أزمة الدواء في لبنان وضعت المواطنين أمام خيارين أحلاهما مر شراؤه إن توفر فهو بسعر مضاعف من السوق الموازية أو انتظار القادمين من خارج البلاد لإحضاره بسعر أقل فيه دوايين للحساسية، واحد لألي واحد لأبناء، ما عام لأيهم أبدا واحد اسمه ساري تايد، واحد اسمه فليكسو تايد وقت روح السادة لي بيقولوا لي عنها بديل، بس أنا ما فينا أخذ بديل أو بيقولوا لي أنه فينا نجيب لكي هون بارال الماركت فبقال لهم أنا أوكي، بيطلبوا لي هون من بره وقت يوصل الدواء السادة لي، بديوا قولوا لي تعي ما دعا مفضل أخذ الدواء اعتماد السوق اللبنانية على الأدوية المستوردة أفصح المجال للمستوردين بالتحكم في الأسعار ليناهز بعضها ضعف الحد الأدنى للأجور ما جعل أنواعاً كثيرة من هذه الأدوية بعيدة المنال بالسوق فيه ثلاثة وفيه اثنان بس ما فيه أربع يعني ما بنعرف شو السبب إنه ليش موجود بالصياغ الباقي إلا بهيد الأربع فعم نضطر صراحة نجيبه من مصر أو من تركيا حسب مين سافر وجايد فيه صعوبة بس بدك تدفع بلاوي حالة تحصل عليها والمواطن يا أخي المواطن شو بده؟ بيجي أقول الحمد لله، عم نليل هذه الدواء لو غالب بس عم نجيبه نفسه خوف وهلع أصاب أصحاب الأمراض المزمنة وآخرين بعد تحذيرات رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي من احتمالية عدم الدواء في البلاد من إهاية الشهر الجاري في حال عدم إقرار الخطة النقدية والاقتصادية الجديدة طبعا ما رجع الدواء مثل ما كان قبل هلأ أكيد تحسن كتير السوق وتحسن كتير الدواء الموجودة بلبنان بس أكيد ما رجع مثل ما كنا قبل يعني قبل الأزمة فيه شوية إدوية يمكن كمان منا موجودة بس عبدتنا نقدر نأمنها نحن من برة طبعا عبر موافقة من وزارة الصحة وإلى آخرين بس لأصر الوضع أريح بكتير بكتير من ما كنا عليه من مدة يمكن مش طويلة عجز المواطنين عن دفع ثمن الدواء أو عدم توفره من الأساس قد يكلفهم أرواحهم في الكثير من الأحيان مين مهندس الحدث لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر